أستاذ عصام، أستاذ عب حكيم، أبدأ مع حضراتكم بالدولة العام. رؤيتكم بقى للنادي الأهلي خلال المباراة القادمة، سواء في الدولة العام أو في الكاس أو في السوبر أو في المباراة القادمة أو البطولات القادمة. في البطولات القادمة، طبعا في النادي الأهلي النظام يحكم. هناك أكيد ورقة عمل وأجندة لما هو قادم من بطولات تبدأ بكتلة المباراة الثلاث، ثم مباراة كأس مع منتخب السويس، ثم مباراتين الإسماعيلي والاتحاد السكندري ليصل لخمس مباراة دوري يوم 8 يونيو تحديدا يوم مباراة الاتحاد السكندري سيد البلد زعيم الصغر. اللي بنتمنى أنه يتشاف هو كمان لأنه نادي الحياة من روافد الكرة المصرية. وبالتالي لابد أن نحن نؤكد لجمهور النادي الأهلي أن العمل يثير وفقا لأجندة فنية وضعها السيد كولر منطقة أنه عشان كمان جمهور الأهلي لا تصور أنه المرحلة اللي انتهت معناها راحة لعبين. الرجل وصل بالنادي الأهلي كما كان يخطط مع محمود الخطيب المشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي إلى مرحلة أن النادي الكبير الأهلي كعادته دائما مع وجوده بعد تجارب الموسمين أو الموسم ونص اللي فاته. أنه يبقى عنده 29 لاعب ويمكن كنا بنقول مع حضرتك هنا وحكيم كان معاه في بعض الحلقات دي أنه الأماني الأهلوية الدائمة أنك تلاقي 20 أو 3 أو 24 لاعب يعني بيشدوا تشيرتات بعض عشان يسمعوا الحداشر ثم أدوار للإحتياط الاستراتيجي في البنك المركزي الكاروي الأحمر. اللي هو كله الدقيقة زي 90 وصل المفهوم اللي دايما نجومية الأهلي وقوته بتقوم عليه. وبالتالي أنا شايف أن الراجل هيشتغل على ده وأن كتلة المباريات الثلاث قبل الاثنين الأخيرتين هتخلوه يبدأ يعطي الفرصة بأوقات أكثر لإراحة أولاً اللي ما أخدش أجازة أنه ده مخطط جزء فيه علمي ومن ثم يشارك كل اللعبين مع زملائهم في ما هو طريق لاستعادة الدرع. هنا مش تقول لي بقى إيه زي ببعض الناس متوقعة أنه يلعب بقى بالباقيين علشان خلاص لا مهمة إيه هو عايز الكل يشارك في استعادة الدرع الدوري. وبالتالي هنا هيبان بإذن الله تعالى أن الرجل يعي تماماً حجم المهمة وحجم اسمه والطور اللي عمله النادي الأهلي أخيراً سواء في أفريقيا أو في كاس العالم ويبني عليه لما هو قادم. وبالتالي هذا ما أتوقعه أنه في زيادة في مساحة ظهور النجوم أو باقي النجوم اللي الناس منتظراهم. مش عايز أقول أسماء لا يوع مني أسماء أخرى. وفي هذه الحالة الكل يكون حصل على فرصته كاملة ووقف في الصف علشان ساعة نده الأسماء. مين في الستاندر ده؟ وده الحاجة العبقرية اللي الراجل أكنه مولود في النادي الأهلي كولر. اللي هو دايماً الأهلي حتى حين يكونوا هناك لعبين برا الستاندر مش بيقولهم ده الوحشين أو مش عاوزين إسلام بس عاوزين حكيم. لا الفكرة أن أنت لعب النادي الأهلي. إذا لم تكن فرصتك في النادي الأهلي فأنت في نفس الشريحة دي ربما في تجربة أخرى. أخرى. وبالتالي هنا هيكون بإذن الله تعالى بدء بناء الفكرة اللي قام عليها. أولاً مشروع كابت القطيب ومجلسه عائلة الآلي. الكل ثم في كرة القدم اللي هو أن تأتي بمدرب بعد تجربتين مشروع. يعني يجلس معك لتكوين الفريق. مش الحلم ولا حاجة الآلي دي عوايده. الفريق الذي يكتاح البطولات بما فيها تكتيج كده لأول سوبر ليج أفريقي. سيد زعب حكيم دايماً الكل بينظر لبطولة الدوري العام لأنها هي اللي بتودينا لكل البطولات. يعني بطولة الدوري العام اللي بتوديك لدوري أبطال أفريقيا اللي بتوديك بعد كده السوبر ليج. بعد كده السوبر الأفريقي. لا السوبر ليج محدش بروح لغة الأهلي. ماشي. صح. دي عندك حق فيه. لا ما هتروح لغير الاهلي. صح. دي عندك. ما هو لسه ما هو اول واحد. لا لا لا. ما هتروح لغير الاهلي. عشان بس في ناس كتيرا والله تطلع تتكلم من قاس في المطع حضر. طول. تطلع تتكلم بدون دراية. عايز عشر سنين انجازات لأي نادي في مصر. عشان يروح السوبر لي. عشان يفكر الكافي بتدي يفكر يحطك في الخريطة. لا ما هو ما هو انت مش فاهم انا قصدي ايه. انا قصدي ان نادي الاهلي. انا مقصدش كلام حضراتك. لا ا انا فاهم انا فاهم. انا بقولك انا بالنسبة لانا ما بجأسو دي ايه. ما هو انت لقالك كده كده يعني رايع. لو عايزين ياخدوا نادي تاني في مصر. عشر سنين. لا. لابد. اه طبعا. عشر سنين. لا الموضوع كبير جدا. نص الناس والله العظيم فيه ناس اه. 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 اكلم معنا. فيه ناس بتقعد تتكلم كده. اه. اه. يعني تطلع للشاشة للناس وتصدر جزئية ان ايه. ان لا انا ممكن السنة اللي جاية. لا بس سنة اللي بعدها. اه. لا. الموضوع مش مش سهل انك تروح. القصة بالنسبة لنادل اهلي. التصنيف. ايوه. انت التصنيف بتاعك فين دلوقتي. انت استناد في الالفية اللي جاية. انت لسه بتكلمنا عن نادل قرن العشرين. انت تصنيفك رقم ستة دلوقتي. انت ترتيبك رقم ستة في افريقيا. رقم ستة في الترتيب بتاع نادل قرن. فانت بعيد جدا تحب. في النقاط. في النقاط. وهو بياخد تقسيم جغرافي. تقسيم جغرافي في شمال افريقيا وسط غرب. فانت مش موجود. انت لسه قدامك سنين في النقاط. مش مش مش. اه. انت تتكلم على الاندية الاخرى. اه طبعا. هي القضية كلها مش تصنيفك رقم ستة في اتاخد من ضمن العشرة. لا. هو بياخد تقسيم جغرافي. التقسيم بتاع دوري السوبر الافريق. اخد تقسيم جغرافي. فانت مش موجود معاي في الخريطة. اه. ففي ناس بطلع تتكلم تصدر جزيلا انا مفروض كنت اروح. لا. فاكمل معلش اناس في نادل سؤال حضرتك يعني. لا انا بس امام لك. اصلا كنت هتكلم في الحاج الاهلي هو من تم اختياره اولا بحكم الارقام. اه. طبعا. طبعا. ثم اتت تسعة بتصنيف اه. اه. يوالي النادي الاهلي.